لهلأ نحن بعدنا متركين لحالنا بس فيه الله كبير ونحن مكفين ومثل ما قال خي يمكن اليوم يمكن بكرة يمكن بعد سنة يمكن بعد عشر سنين فيه الله كبير بهذه الكلمات عبر شقيق هاشم السلمان بعد سنة من استشهاده مطالبات بإحقاق الحق والعدالة في قضية مقتله في وطح النهار أشقاء هاشم السلمان عقد مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة أعلنوا فيه فقدان ثقة بالقضاء علما أن الأدلة موجودة وبالصور أثناء الحادث كما حملوا إلى جانب القضاء وزارتي الداخلية والعدل المسئولية عند مهاشم الذي قتل أمام نظر القوى الأمنية لأنه لا يوجد موقوف في هذه القضية كذلك حملوا مسئولية دم أخيهم للسيد حسن نصر الله مطالبين الدولة بجلب كل من خطط وأمر ونفذ الجريمة وتحدث في اللقاء محام الدفاع محمد مراد الذي أشار إلى أن الملف لم يتحرك بعد عام من وقوع الجريمة أما المحام أنتوان سعد فناشت وزير العدل والقضاء العمل على كشف الفاعلين